النهاردة منتخب مصر لعب مطش كبير قدام منتخب الجزائر اتحدلنا واحد واحد مع الجزائر في اختبار صعب جدا هو صعب من الاساس ولكن ظروف المباراة صعبته علينا اكتر ولكن مطش النهاردة كان اختبار حقيقي لشخصية منتخب مصر وازاي هيكون رد فعلهم بعد ما يلعبوا او بعد ما يتاخد قرار بطرد محمد هاني واللعب بعشر لعبين لاكتر من سبعين دقيقة امام منتخب قوي جدا ومنتخب شرس جدا النهاردة مباراة كلها فوائد لفيتوريا مدير الفاني المنتخبنا مباراة كلها دروس للعبين وكلها دروس للجهاز الفني لمنتخبنا مباراة كان فيها اختبار حقيقي لبعض اللعبين واختبار حقيقي للمدرب والمدير الفني لموقف ممكن نتعرض له في اي وقت ممكن في اي وقت اي ماتش مهم نقدر الله يضطرب مننا لعيب مباراة يعني ما حسيتش ابدا وانا بتفرج عليها ان هي مباراة ودية ماتش رسمي رسمي يعني اللعيبة كلها بتلعب بجدية كبيرة جدا لكن في نفس الوقت بيلعبوا باحترافية كبيرة وبيحترموا بعض الفريقين اللعيبة بتحترم بعض بشكل كبير جدا والاخطاء اللي عندنا اخطاء بسيطة وتفاصيل صغيرة لو عدلناها وتعلمنا منها هناخد كاس الأم الأفريقين اللي جاي شكل الفرقة اللي انا تفرجت عليها النهاردة دي طمنتني طمنتني كمصري وكمشجع لمتخب مصر الفرقة تحسوا ان فيه روح كويسة جدا ما بين اللعيبة حاسس بروح كويسة جدا ما بين اللعيبة اللعيبة بتقتل مع بعض اللعيبة بتحب المدرب واضح جدا ان اللعيبة بتحب فيتوريا وبتحب المدرب ومستريحة من الشغل معاه بتباني على فكرة في الملعب على طول فماتش كله دروس زي ما قلت لحضراتكم وكله أبطال وانا عايز يعني اقول لحضراتكم في رأيي أبطال المباراة الحقيقيين كله كل عيبة كل عيبة مصر أبطال لكن في رأيي مين اللعيبة اللي انا اخترت ان انا وهم أبطالي أنا للمباراة أبطالي للمباراة أول حاجة هبدأ بالنني لأن في رأيي هو بطل المباراة الأول بطل المباراة الأول ليه؟ لأن ماتش النهاردة والموقف اللي اتعرض له النني في آخر 3-4 أيام والمعسكر الناجح جدا لمنتخبنا في العين بيوريك عقلية النني بيوريك إزاي إن العيب ما يلعبش ولا مباراة رسمية مع فريقه إلا يعني أو ما لعبش ولا مطش مع فريقه إلا من 9 شهور آخر مباراة لعبها النني مع أرسنل 90 دقيقة 90 دقيقة يوم 9 يناير أمام أوكسفورد في الـ FA Cup أمام أوكسفورد في الـ FA Cup أمام أوكسفورد في الـ FA Cup